أمور الكبرى فخامة الرئيس في بروكسل خلونا نحاول بقى نفهم هذا الحصاد نحلله نشوفه عامل إزاي مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام منورنا ومشرفنا بنا خليك سيد يوسف إزاي الصح خليني أبدأ با يمكن إحنا تكلمنا كتير مع الناس على أهمية هذه القمة لكن في حاجة مهمة جدا في اللقاءات اللي بتبقى على المستوى الرسمي اللي بيحضرها الرئيس وهناك اللي هي اللقاءات اللي تبقى بالتأكيد هي رسمية لكن المباحثات الثنائية اللي بتتم ما بين الرئيس ونزراءهم ولقاءات واجتماعات بتتم ما بين الرئيس وما بين المسؤولين الكبار أو رؤساء الشركات الضخمة اللي بيعملها على هامش هذه المؤتمرات أو اللقاءات أو القمم الكبرى عايزين نحقل نفهمها أكثر يعني عشان نفهمها لابد نفهم فلسفة السياسة الخارجية المصرية يعني في عهد الرئيس السيسي هناك علاقة ما بين السياسة الخارجية وما بين الداخل أو التنمية في الداخل أحد أهداف السياسة الخارجية السوبة أو هدفها هو توظيف السياسة الخارجية وعلاقات مصر الجيدة في بناء شراكات مع الدول الكبرى الدول المختلفة شركات اقتصادية سياسية أمنية بما ينعكس في نهاية المطاف على تعزيز التنمية في الداخل اللي في نهاية المطاف برضو ينعكس على المواطن المصر بمعنى آخر يعني السؤال هو ما يجدوا هذه الزيارات وهذه اللقاءات لابد لها في النهاية مردود أو مخرجات تنعكس على في نهاية المطاف نهاية خالص على المواطن المصر الرئيس السيس دايما في أحد هداف السيس الخارجية هو تعزيز التنمية من خلال فتح أسواق جديدة أمال اقتصاد المصر عرض الفرص الوعيدة في مصر هناك فرص يعني جاذبة الاستثمارات في مشروعات القوامية الكبرى محمر التنمية في قناة السويس العاصمة الإدارية في كل أرجاء مصر هناك مشروعات مصر الآن يتعد من الدول المرشحة أو الدول اللي نسميها الدول الجاذبة للاستثمار في ظل المزايا النسبية اللي يتمتع بها مزايا اقتصادية ومزايا سياسية ومزايا أمني استقرار سياسي استقرار أمني وهناك برنامج الاستحل الاقتصادي وقانون الاستثمار ومناخ والفرص المختلفة في المشروعات القومية كل هذا تمثل بيئة جاذبة في ظل طبعا الشرق الوسط بيئة مضطرب صراعات حروب حتى شرق أوروبا الآن العالم كله مضطرب هناك روسيا وأمريكا وبالتالي رأس المال يبحث عن المناطق الآمنة الجاذبة الاقتصاد المصر هو من الاقتصاد الوعيدة لأنه حق اكتفارات تنمية كبيرة وبالتالي دائما نلاحظ في كل لقاءات الرئيس السيسي الدائما الجانب الاقتصادي وجزء من البرنامج الزيارات دائما واللقاءات الالتقاء بكبريات الشركات الكبرى الاقتصادية الكبرى لعرض كل هذه الفرص الاقتصادية لجاذب الاستثمارات وفتح أفاق أمام الاقتصاد المصر وبالتالي دائما في كل المحافل العلاقات الصينائية أو الزيارات الصينائية أو الزيارات في التجمعات الكبرى ومنها بالطبع القمة الأوروبية الأفريقية دائما وجدنا اللقاءات مع الرئيس السيسي ورأسها في أفريقيا في أوروبا بلغاريا بتاع المتفضل الأوروبية هناك في السنغال كينيا يعني كلها تؤكد على أن دائما السياسة الخارجية مصارات بتاعكم هذه السياسة أحد المصارات وتعظيم المصالح المصرية مصالح السياسية والمصالح الاقتصادية ولذلك القمة الأفريقية الأوروبية كان لها حساد ومخرجات بالنسبة للجانب المصر بالنسبة للدولة المصرية بالنسبة للاقتصاد المصر أحد أبرز هذه الأمور أولا تعظيم عرض الفرص الكبيرة لرئيس السياسي العرضة يعني أمام هذه الدول وجذب استثمارات فتح أسواق إبرام التفاقات وتفاهمات كثيرة تطوير وتفعيل التعاون التجاري بين مصر وهذه الدول وبالتالي كل هذا بيؤكد حتى على المستوى الغير الاقتصاد مستوى الأمني والمستوى السياسي يعني رئيس بولغاريا أشار في القائمة على الرئيس السياسي عندما قال أن مصر تعد ركيزا لاستقرار في الشرق الأوسط ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن أوروبا تنظر للشرق الأوسط من منظور أن هذه المنطقة هي منطقة مضطربة، منطقة صراعات، حروب أهلية، أزمات هجرة غير مشروعة من الشفر كلاس من إفروكيا وبالتالي في هذه البالة المضطربة أوروبا أصبحت في مرمى تدعيات سلبيل هذه المنطقة سواء الإرهاب أصبحت في مرمى العاملات الإرهابية أيضا يعني تعاني من الهجرة غير المشروعة من عدم الاستقرار وبالتالي هناك مصلحة أوروبية مباشرة وحيوية في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة كيف يمكن تحقيقه من خلال التعامل والتنصيق مع المصر كاعتبار الدولة المفتاحية التي لديها تجارب عملية في مواجهة كل هذه الأزمات والتحديات في متعلق بيئة الإرهاب من خلال الرؤية المصرية والمقاربة الشاملة المواجهة التنموية والسياسية والاقتصادية والإيدولوجية التي نجحت في القضاء على الزهر الإرهابية وبالتالي هنا الغرب بدأ يتماهى ويقترب ويقتنع أن الرؤية المصرية في مواجهة الإرهاب ينجح لأن الغرب كان يركز على فكرة البعد الأمني الازدواجية في التعاون مع التنظيمات الإرهابية ما بين معتدل وغير معتدل توفير بيئات حاضنة له في الغرب توفير منصات إعلامية بدأ الغرب يكتوي عندما انقلب السحر على السحر بدأ يتراجع ويذهب إلى من لديهم خبرة ويديهم تجربة في مواجهة الإرهاب ولذلك كان دائماً أوروبا تعتبر الآن أن مصر لديها ركزة أساسية في التعاون مع الإرهاب أيضاً في قضاءات الهجرة غير مشروعة مصر الدولة لاجحت فيه تحقيق ما يسمى صفر هجرة غير مشروعة عبر أراضيها عبر الحلود المصري والحاد الأوروبي لديها مصلحة هنا أيضاً الرؤية المصرية الغرب كان يمنع يعني عند الوصول في إيطاليا ولنان دول الوصول يعني ويضعان في معسكرات وثم هناك أزمات قرونية ومشكلات وتوظيف من جانب اليمين بدأت الرؤية المصرية فكرة معالجة هذه الزهرة من المنبع من الجزور من خلال ماذا كيف يتحقق من خلال تحقيق التنمية الربط بين الأزمات وبين المشكلات بمعنى أن كما أثرت مصر في مصار موجات الإرهاب والتحديات ومصار الآخر التنمية وتحقيق طفرة تنموية وصلح اقتصادي والمشتراعات القومية هذه التجربة الآن هي تريد أن تنقل أو يعني تكون موجودة في الدول الأفريقية الدول الأفريقية ديها أزمات ديها تحديات ديها مشكلات صراعات حروب أهلية مجموعات الجهادية تنتشر في دول الصحر والصحراء تنظيمات الإرهابية تتقاصر يوميا وهناك حروب أهلية طاحنة هناك يعني فقر هناك إجرى غير مشروع بمعنى البدء الأفريقية تطرد هذه الشباب عبر مراكب الموت اتجاه الأوروبا كيف يمكن وقف هذه الزهرة من خلال المنبع من خلال تحقيق التنمية وتحقيق موجات الأزمات ولذلك هنا المخرجات هذه القمة الأفريقية في بروكسل كانت بالنسبة لدعم القضاء الأفريقية لأن مصر هنا تعتبر أن القضاء الأفريقية وهموم أفريقيا ومشكلات أفريقيا وأزمات أفريقيا في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية من خلال مقاربة مصرية واضحة ومعروف فكرة أولا حجد الدعم الدولي لمساعدة الدول الأفريقية بمعنى آخر تغيير المعادلات القديمة فكرة أن أفريقيا مجرد سوق للتصريف سلع الدول الغنية مجرد مصدر للمعارض الخام أنها تنظر لها نظرة مريبة أنها مصدر المشكلات والصراعات والإرهاب والهجرة إلى تحويلها لمنطقة وعيدة إلى علاقات ندية بين أفريقيا وبين هذه الدول خاصة أن هناك تنافس دولي كبير الآن في العقدة الأخيرة على أوروبا التنافس الصيني الهندي الروسي الأوروبي الأمريكي ولذلك أوروبا تحاول أن توجد لها موط قدم في هذا النفوذ في هذه الكعكة الكبيرة المهمة لأن أفريقيا هو وعيدة اقتصاديا في معادلات تنمية وبالتالي هنا الدول المصر والمكرارة المصرية تحويل المعادلة الجديدة من خلال تمكين الدول الأفريقية في تحقيق التنمية يعني أفريقيا لديها موارد طبيعية هائلة ناتج محلي 2.2 مليار تريليون عدد سكان 1.2 مليار نسم بها موارد معدنية ويعني هائلة وكان لا يتم توظيفها بسبب الحروب والإرهاب تستنزف كل هذه الموارد يتعارق للتنمية وبالتالي هنا فكرة هي كيف يمكن للدول الأوروبية أن تترجم دعمها لأفريقيا ليس مقرد مساعدات إنسانية أو غيرها أو تعهدات كلها كانت رمزية في السابق إلى خطوات عملية على الأرض الواقع من خلال التنمية في التنمية كيف؟ يعني سؤال لي ده بالنسبة لي دائما هو السؤال الأهم يعني على سبيل المثال هل ينظر الغرب إلى أفريقيا نظرة أمينة صادقة جدة بضرورة التنمية في أفريقيا وأن أفريقيا تتخطى تحدياتها ومشكلاتها مشكلاتها المبنية أولا على الفقر ثم ضعف العملية التعليمية ضعف المنظومة الصحية يؤدي ذلك إلى إرهاب في بعض الأحوال ويؤدي ذلك إلى عدم استقرار سياسي وأمن وصراعات دخلية في أحوال أخرى ولا الغرب بينظر لازال إفريقيا بيعتبرها الميراث القديم الذي آن الأولى المطالبة به بعدما شافوا أنه فيه توجه صيني شديد جوه إفريقيا بيعتبرها المستثمر الأكبر وبعد كده الولايات المتحدة الأمريكية فلا أحنا عايزين حتة من الكيكة هذا جزء منه التنافس الدولي على إفريقيا والحصول على جزء من الكعكة ولخوف من الصينيين لكن الجزء الأكبر والأهم هو من مصلحة براجماتية بحته يعني من مصلحة أوروبا مصلحة أوروبا أن تتحق أن تكون هناك استقرار في إفريقيا لأن عدم التنمية تدفع بيئة الهجرة والمشاكل في الغرب يعاني من الهجرة وبالتالي لديه مصلحة حتى الترارية لسا من أجل عين الأفارقة ولا الغرب والدول المتقدمة أو غيرها تتعامل منطقة مصلحة لكن هذه مصلحة في تحقيق التنمية في إفريقيا لأن إفريقيا لن تصدر مشكلات من مصلحة الغرب أن يعالج واجهة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا لأن هناك أيضا الغرب هو في مرمى هذه الجامعات الإرهابية حتى إن كان هو أصلا الراعي وأحيانا أخرى المؤسس بل والحاضن في أحوال أخرى لهذه التنظيمات الإرهابية زي ما هو برضو كان بيبقى راعي ومؤسس وحاضن لحركات الإنقلابات اللي بتتعامل وتأجيك صراعات أهلية وقبلية وعرقية داخل إفريقيا بهذا كان جزء من المراس السابق الذي ثبت فشل هذه السياسات أن المرضود من هذه السياسات كلها بدأ أجيب نتاج عكسية يعني فكرة أن تستغرق إفريقيا كمستنقع في الحروب والإرهاب فكرة الدولة الوطنية في إفريقيا دائعة الدولة الوطنية التي دائما تركز عليها مصر يعني مؤسسات هشة يعني لا توجد يعني قوات أو يعني مؤسسات قوية تسيطر على الحدود الجماعات الإرهابية تتحرك في إفريقيا بين الحدود كأنها يعني يعني دون أي رقيب وتتحرك بكل حرية الغرب كان هناك تنفس بأوروبي أمريكي روسي صيني على الدول وبالتالي كان هناك فكرة حروب بالوكالة والتأجيج الصراعات وبالتالي المصلحة في إصارة هذه الفتن لتصدير الأسلحة الحروب الأهلية كل هذه الأمور لكن بدأ الغرب يدرك أن هذه السياسات السابقة بدأت تتأتي بنتاج عكسية عليه يعني الغرب أفريقيا مجاور مباشر لأوروبا وبالتالي أنا مصلحة كجاري أن يكون هناك حالة مستقرار وهذا ربما ما يدفع الأوروبيين في التعامل هنا السبب تغير هذه النظرة نقول أنها تضر المصري يعني عندما تولد مصر في 2019 كانت دائما فكرة المقاربة المصرية عندما تخاطب هذه الكوة الكبرى الصين أوروبا دول التنفس في أفريقيا أن أفريقيا تمثل هي الأنقل بالزجاجة للعالم في النموة الاقتصاد العالم الآن تأثر بعد كورونا وأصيبه بكورونا الكل يريد استعافي الاقتصادي لن يكونها من خلال أفريقيا بلد وعيدة فيها موارد فيها معدلات تنمية اقتصادات كبيرة وعيدة منها الاقتصاد المصري وبالتالي المصلحة الاقتصادية البراجماتية البحتة هو أن يكون هناك شراكات مع أفريقيا وتحققها التنمية في هذه النقطة كيف يمكن تحقق التنمية هل تتحقق؟ هناك تحديات كبيرة لأن الغرب حتى الآن هو ليس لديه يعني إيه كما يقول يمد خطوة ويرجع خطوات يعني مثلا عندما تكلم عن نقل التكنولوجيا في التمكين هو يترد حتى في موضوع اللقاحات يعني لأن الغرب يريد هو احتكار فكرة التصنيع لا يريد أن تكون هناك دولة صناعية ويريد أن تتظل أفريقيا كسوق دائما لتصرف منتجات لكن عندما بدأت هل قدر أقول شيء من الجدية وقليل من الأمانة؟ وقليل من يعني أمانة لكن المصالح الاقتصادية ده فكرة الاستئصار يعني حتى مثلا جداحة كورونا عندما يعني أثبت أنانية الغرب يعني عندما تكلم عن المفهوم الإنساني لكن عندما نتكلم عن الواقع استأثر بالله يعني تم تلقيح أكثر من 85% من مواطن الدول الأوروبي والدول المتقدم أقل من 10% من سكان إفريقيا فقط لقوا التلقيح مع أن المنطق يقول أن من مصلحة أن يتم تلقيح أفريقيا لأن فكرة المناعة الجماعية ستقضى على المرض وبالتالي جاءت الأجواء ومكروم من جنوب أفريقيا طالما ظل هناك بقعة في العالم أو منطقة لم تتلقي اللقاح سيظل العالم في خطر النظر العملية والمنطقية تقول هذا وبالتالي بدأت أوروبا في القمة الأخيرة تتحرك يعني خطوة أمام عندما يعني سمحت بنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات في ستة دول من بينها مصر طبعا يعني قدرتها على التصنيع هذا يعني أن هناك بدأت المردودات مردود السياسات الأوروبية السابقة والغربية تأتي بنتاج عكسيوم بسمى فيدباك يعني المراجعة لكن أنا فيعتقادي أن الجزء في هذه المراجعة هو الدور المصري الذي عاد هيكلة النظرة إلى أفريقيا نظرة العالم الخارج إلى أفريقيا من خلال هذا المور وبالتالي أحد حصاد القمة الأفريقية الأوروبية هو مصارين حصاد مصري علاقات سنائية فتح أسواق دائما في كل الفلسفة في كل اللقاءات يعني حتى مع قمة لأن العلاقات المصري الأوروبية شهر طفرة كبيرة مصر وفيش جارات في السنة العامة الماضية التحالف اليوناني الكبروس المصري هناك أيضا علاقات مع ألمانيا يعني شهر طفرة مع فرنسا مع كل الدول مع الصين بالتالي هنا مصر تنفتح على كل الاقتصادات على كل التغارب التنموية وتأخذ أفضل ما فيها الميزة النسبية في اليابان التكنولوجي الميزة النسبية في اقتصاد الصيني المشاعات الصغيرة ومشاعات كسفة العمال الميزة النسبية في أوروبا في ألمانيا التكنولوجيا والنقل وبالتالي هذا يفيد الاقتصاد المصري في نهاية المطاف وهذا هو الفكرة من وراء هذه الزيرات الخارجية الرئيس السيسي وعلى قاطعه وحرصه على المشاركة في كل هذه المؤتمرات رغم مجاعة كورونا إحنا أمناء صادقين جدين في التوجهات بتاعتنا إحنا هنا كمصر ويمكن أخيرا ده سؤالي الأخير إلى أي مدى الغرب جد في التعاون مع مصر لإعادة صياغة شكل التعاون ما بين أوروبا وما بين إفريقيا إعادة صياغة شكل الاقتصاد داخل إفريقيا تنمية إفريقيا وقد الصراعات أو إنهائها عدم أو بالأصح محاربة التطرف فكرا وأمنيا أيضا إلى أي مدى هم أمناء في التعاون معنا يعني دعنا ننطلق يعني ننطلق من فكرة المصالح وليس العواطف الغرب العين لديها مصلحة في تحقيق على أقل حد أدى من الاستقرار السياسي والأمني والتنمو في إفريقيا الذي يمنع يعني إيه أن تكون إفريقيا مصدر مشكلات أو أزمات أو تهديد أو إزعاج للجانب الأوروبي لكن دعنا نكون أكثر أمانة أيضا أن المتغير المستقل ليس فقط الجانب الأوروبي والأفريقيا مجرد تابع هنا القرى في الملعب الأفريقي لأن الدول الأفريقية عليها أن تتولى زمام الأمور تأخذ زمام المبادرة لا تنتظر من الغرب أن يعطف عليه أو أن يعني يعني يعطي لها ما ما نحن مش لحين برضو صراحة يعني كل محد بيرفع راسه بيلاقي تريك خطة من اليمين خطة من الشمال يعني يعني على الغرب أن يتوقف عن استراد يعني الدهب الدامي أو الألماظ الدامي إلى آخره يعني على الأقل هناك فرصة الآن تاريخية قدومة ممام أفريقيا وهي فكرة التنافس الدولة على الأفريقيا يعني عندما يأتي بتنافسون الصين الهند روسيا أوروبا أمريكا الكل التركية كل يتنافس أنت كأفريقيا تستطيع أن تعظم وتستفيد من هذه التنافس لصالحة كيف؟ أولا تبحيد الموقف الأفريقيا عندما نتكلم عن أفريقيا أفريقيا الأفريقي والدول اللي عم سمها القاطرات في هذه الاتحاب حتى تعظم مصالحك مع هذه الدول يتعامل من المنطلق الملدية والشراك الأمر الثاني الأمر سيأخذ وقت لأن الغرب يعتمد على معدلات التبعية مع أفريقيا لكن أنا في اعتقادي الآن أن الصين تحفز زمان تأشار تحفز أوروبا لتغير سياساتها لأن الصين تدخل مدخل الاقتصادي مدخل تنموي الأمريكا تدخل حتى مدخل أمني الإرهاب فقط الأوروبيين يدخلون مدخل ربما متباين يعني مدخل أحيانا أمني مدخل اقتصادي أحيانا إنساني إنساني لكن في النهاية لا توجد بالورة محددة لكن على الأقل هذه القمة مختلف عن كل القمة السابقة على الأقل أنها ترجمت بعض المخرجات العملية لقابلة التطبيق خاصة في أزمة كورونا يعني فكرة نقل اللقوحات هذه نقطة مهمة ويعني نقل التكنولوجيا أحد ما تكسب مهمة قضية تغير المناخ أيضا مصر تضغط بشدة في تغير المناخ خاصة أن أفريقيا غير مسؤولة وبالتالي هي مخرجات مهمة ستعكس إجابا على أفريقيا وعلى أوروبا في المستقبل يعني إحنا في مسألة بقى العلاقات المصرية الأفريقية والأوروبية إحنا لازم نعود تاني وثالث ورابع عشان دي قضية ملحة ومحورية أنا عايز أشكرك جدا 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 كل الشكر ليك يا دكتور كل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد خمير العلاقات الدولية بالأهرام وفعلا لازم تتعدد هذه اللقاءة أستأذنكم في الفصل هنروح حاجة متعلقة بينا إحنا وعيالنا حالة إدمان الألعاب الإلكترونية العيال بقت مدمنين ألعاب الموضوع في مخاطر صحية في مخاطر أمنية إنه إدمان هل له علاج هل لي طريقة هنرحب بضيوفنا بعد الفصل الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام الجامعية المصرية للطب النفسي أيضا المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات استنونا بعد إذنكم